السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طيب نحن راح نتكلم الحين عن الضمائر اللي هو أنا I You أنت He هو She It للجماد أو الغير عاقل هذا We نحن You أنتم They هما أنت لما تخاطب شخص أمامك تقول له You أنت وإذا كانوا أشخاص كذلك تقول لهم أنتم ولاحظ مثلا صفة الملكية You're Yours You 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 هذا لي أنتم وهذا لي أنت طيب الحين نحن نبي نميز ما بين صفة الملكية وضمير الملكية شل الفرق نفس الشي نفس الشي يعني مثلا تقول قلمي My Pen قلمي هذا قلمي وهذا قلمي أنا My pen بس لما أنت تقول The pen is mine عفش المعنى بضرب بس شنو نسبت ضميري للقلم فقلت القلم هذا منسوب لضميري ندري نحن بالعربي عندنا قلمي قلمي بس أنسب شيء نعبر فيه عن Mine The pen is mine نقول ذاك القلم ملكي يعني أقرب شيء يمر على بالي لأننا بلغة العربية قلمي قلمي انتهينا بس الإنجليز عندهم Mine My pen أو Mine The pen is mine ماشي فصفة الملكية ترفق للقلم صفتك أنت كمالك لهذا القلم ضمير الملكية اللي هو possessive pronoun pronoun يعني ضمير possessive adjectives اللي هي الصفات صفات الملكية هذه صفات وهذه ضمائل إذا أنت أردت أنك أنت الضمير اللي هو هذا تربطه بالقلم بالملكية أي أن كان الشيء book car door house تقول مثلا the door is mine فأنا الحين ربطت الباب في ضمير الملكية لي بس إذا أنا أردت أني أنا أعطي الباب صفة للملكية شيء أقول my door بابي وإذا أردت أني أنا أخاطب أحد أقول له you مثلا لو أنا أردت أني أعبر وأقول لشخص القلم هذا لك ملكك you pen أنت قلم لا your pen أنا منحت للقلم صفة الملكية فأنا قلت الله your pen قلمك أنت the pen is yours القلم يكون ملكك the pen is yours القلم يكون ملكك هذه the pen is yours هنا his car يعني مثلا خلينا أكتب على أحسن أعطي مثال مثلا حين قلنا my pen قلمي my book كتابي هنا هنا إيش أقول the الكتاب لأن the بمثابة ألف لما تعرف the book is mine the book is العشان is معناتها أصلا يكون the book is mine the book is yours the book is his كتابه هو the book is hers الكتاب كتابها هي the book is its المنسوب للغير عاقل أو للشي طبعا صفة حالة غريبة جدا طيب ماشي the book is ours الكتاب هو لنا نحن the book is ours the book is yours لو أنا خاطب مجموعة من الناس they معناتهم the book is theirs يكون هو كتابهم هم your مثلا car سيارتك أنت منحت أنا الكار صفة الملكية للشخص اللي أنا أكلمه his مثلا table مثلا طاولته his table his table his table طاولته هو هو منحت أنا table صفة الملكية ما منحتها ضمير الملكية تريدون أنا أمنح الطاولة ضمير الملكية لي he the table the table is his تكون الطاولة له صفة الملكية اللي she her مثلا brush مش طه her brush its food أكلها عد مثلا حيوان زارع we our our مثلا house بيتنا نحن لو أنا أردت أني أنا أربط house في ضمير الملكية ضميرنا إحنا the house is ours يكون البيت ملكنا your مثلا life حياتك أنت your life حياتك أنت the life life is yours الحيات تكون لكم ماشي their cat قطتهم هم the cat is theirs تكون القطة قطتهم شوف أنت الحين لما شفت الفيديو فهمت يعني إن شاء الله إذا ما فهمت اكتب بالتعليقات بس كفهم مقدور عليها يعني ما يبينا شيء خلاص ان فهمت هي يعني هي صفة الملكية وضمير الملكية علشان تتشفر بعقلك اكتبها الحين واجب عليكم صندوق التعليقات اكتبوا كل واحد يكتب له شغلة مثلا my cat my car my book أي كان اكتب مثلا I الضمير بعدها انزل تحتها تكتب my car بعدين خلل عط الكار صفة الملكية وضمير الملكية أو أي شيء أنت تتخيله افتح المعجم وطلع أي كلمة حتى لو مثلا philosophy فلسفتي أنا this philosophy is hers هذه الفلسفة تكون فلسفتها هي المهم جيبوا أمثلة مارسوا هذا الشيء ترى بس مرة مرتين خلاص تتشفر بعقلكم الدرس جدا واضح وموافقين لا تنسوا الاشتراك والإعجاب وشاركوا الفيديو ورسلوا لي أصدقائكم اللي يدرسون في الجامعة ثانوية أي أن كان أي مستوى تعليمي درس يعني يفيد الكل بس إذا أنت ما عطيته لايك واشتراكات وتعليقات وكذا ترى يموت يندفن في اليوتيوب يقعد سنين ما حد شافه عدد مشاهدات عشرة وكذا ولا حتى يطلب خيالات أي أحد فإذا أنت شايف أن الشرح حلو خلاص عطى لايك وانشره واخذ الرابط وانشر بالفيسبوك تويتر الجميع الخاصة حامة والله يوفق لكل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسوني اشتراك بعد بالقناة القناة هي ملكة القناة هي ملكة قناتي أنا والأي أنا الآن